انا اسمي ادم الزغبي انا عندي 31 سنة متجوز بقالي 7 سنين وعندي علي عنده خمس سنين انا عندي شركة سبورتس مانجمنت بقالها خمس سنين وانا انفول في الرياضة وبلعب الرياضة من وانا عندي 8 سنين يعني وانا عندي بقالي 23 سنة وبلعب الرياضة لعبت على مدل اهلي طول عمري منتخبات فانا انا 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 عندي في الرياضة من اول ما كنت طفل صغير وهي تعتبر حياتي وعشان كده انا قررت ان انا افتح شركة سبورتس ماركتنج او سبورتس مانجمنت تسويق ودرر ياضية عشان هو ده الباشن بتاعي خطوة حبيت ان انا اشتغل في المجالة انا محبت موسيقى الرياضة السنة الثلاثين لا انا اعتقد ان الموضوع اختلف كتير قوي عن زمان يعني زمان كان دائما يقولك حتى في الرياضة او اللعيب يقولك كده عمره الاخترار دي بينتهي عند لما يخش سنة الثلاثين او كده انا اعتقد ان الموضوع اختلف تماما لو شفنا عالميا رياضين كتير جدا البيك بتاعهم بعد سنة الثلاثين او لو البيك بتاعهم قبل الثلاثين هو بي 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 بذلك المستمر بعد تلاثين بفترة طويلة حتى في الفيتنس اندستري المجال اللي بقى لي خمس سنوين بيشتغل فيه يعني نفس الكلام بقداتي فيه لعيبة سوبرب آثليتس فوق السنة الثلاثين انفاكت هول فيك بتاعهم وبيكسبوا بطولات فوق السن التلاتيج